كما أشار رئيس مجلس الوصراء مصطفى مدبولي إلى نجاح وزارة المالية في طرح أول إصدار من السقوق الإسلامية السيادية التي تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصرية وخلال اجتماع مجلس الوصراء بمقر العاصمة الإدارية الجديدة أكد مدبولي أن هذه الخطوة المهمة تعكس الإقبال الكبير من جانب المستثمرين على هذا الإصدار الناجح حيث تقدم أكثر من 250 مستثمرا بمختلف أسواق المال العالمية بما يوضح دعمهم وثقتهم بجهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل